في انجاز بحريني جديد حقق فريق بحرين ون لسباقات السرعة انجازا كبيرا في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تمكن من الفوز بإحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة سباقات السرعة الادراج ريسينغ حيث يعزز هذا الفوز مكانة الفريق البحريني على الساحة الدولية وأن يؤكد قوة ومهارة السائقين في هذه الرياضة المثيرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله مالك فريق بحرين ون أن فوز الفريق في واحدة من أبرز البطولات العالمية لسباقات السرعة في ولاية نورث كارولينا هي شهادة حية على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة سباق السيارات في العالم كما يؤكد على القدرة على التنافس مع نخبة الفرق العالمية المشهورة في هذا المجال وأكد سموه أن مواصلة تحقيق فريق بحرين ون النتائج والإنجازات المشرفة العالمية يأتي بفضل رعاية السامية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام وتشجيع صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكذلك دعم ورعاية الشركات الوطنية ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم وشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى أن هذا الفوز يعزز من مكانة مملكة البحرين على خرطة الرياضات الميكانيكية الدولية وهو دليل على التزامها الدائم بدعم وتطوير الرياضة وتشجيع الشباب البحريني على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات ووجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الشكر للسائقين وطاقم الفريق الفني والإداري ولكل من كان له دور في هذا النجاح المبهر من جانبه هنأ مدير الفريق خالد لبلوشي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في مالك فريق بحرين ون على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق بحرين ون في سباقات السرعة بالولايات المتحدة الأمريكية